اشتركوا في القناة 34-39 داخل البلاد مع ظهور الشيلي محليا حالة تقص نشوفها اكثر من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي كما لاحظوا لميز حالة سماء ظهور بعض الصحب بالوسط والجنوب وبمناطق الشمال السماء في مجملها كانت صافية ليلة صحب عامة قليلة على كامل البلاد وتقريبا درجة حرارة تتروح من بين 19-24 درجة بالشمال وبالمرتفعات وببقية الجهات نتوقع ارقام تكون من بين 24-29 درجة يوم الغد ان شاء الله استقرار نسبي فيما يخص درجات الحرارة وحتى منحها الحركية ريح تكون ضعيفة إلى معتدلة على كامل البلاد ممكن تتقوى فعاليتها نسبيا بمناطق الجنوب تكون مثيرة محاليا لرمال تقص يكون مغيم جزئيا بمناطق الجنوب وظهور صحب قليلة بالشمال وبالوسط الحرارة القص والمنتظرة اليوم الغد تقريبا تكون في حدود 29 بتونس الكوبرا 33 بزغوان 29 بنابل 28 ببنزرت 34 بباجة 36 بجندوبة 35 بسليانة و34 درجة بالكاف بمناطق الوسط في حدود 36 بالقيروان أقل بسوسة وبالمنستير 31 بالمهدية 35 بسيدي بوزيد و34 بالقسرين وبالجنوب في حدود 32 بسفيقس وبقابس 35 بمدنين بتطوين 35 أيضا 37 برمادة 38 بأقصى الجنوب وبتوزر 39 درجة بيكبلي بقفص الحرارة القصوى في حدود 35 بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسوحنة الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ريح تكون من القطع الشرقي الشرقية إلى الشمالية الشرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تصل مؤقتا إلى 25 والبحركون قليل الاثتراب فمثرب بخليج حمامات وبجية الساحل وصولا لمنطقة الشابة ريح تكون من القطع الشمالية الشرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحركون هدأ وقليل الاثتراب وبخليج جابس الرياح الشمالية الشرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة والبحركون قليل الاثتراب فمثرب كالعادة لديكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية نقشة سماء صافية 29-30 بريبات 31 بالدربيضاء بالجزائر 28-28 حتى بترابلو السحب قليلة حرارة مرتفعة بالقهرة 39-47 بالمدينة المنورة و41 بمكة المكرمة ببقية المدن العربية حرارة أيضا مرتفعة بالكويت 46-45 بالدوحة 38 بأبوذبي 35 بدمشق سماء صافية ببيروت 27-33 بعمان 43 ببغداد و بالقدس الشريف 31 درجة ببقية المدن الأجنبية بإسطنبول أمتر مؤقتا رادية 22 درجة 26 بأثين 22 بموسكو أمتر 29 بفينا روما 33-29 بامستردام و ببرلين مع ظهور بأث السحب وأمتر بكوبنهاجن والحرارة القصوى لا تتعدى 23 درجة ببقية المدن الأوروبية بلندن 31-22 بستوكون 33 بباريس 32 بجونيف 31 ببروكسيل 29 بمرسيليا مدريد 36 و 34 درجة بلاشبونة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة يوم الثلاثة ظهور سحب قليلة على كاملة البلاد ريح تتوصل من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة البحر يكون هادئ وقليل الاثتراب ملائم لمختلف الأنشطة البحرية وتقريبا حرار القصوى تتراوح من بين 28-32 درجة بالمناطق السحلية ودخل بلاد نتوقع أرقام تكون من بين 32 إلى 36 درجة يوم الأربعاء ريح كما لحظه تتنقل تدريجيا لتكون من القطاع الجنوبي بالشمال و بالوسط شرقية بمناطق الجنوب ضعيفة إلى معتدلة تتقوى حدثها وفعليتها بعد ظهور بالسواحلة الشرقية المحر يكون قليل الاثتراب إلى مضطرب آخر النهار بالسواحلة الشرقية وممكن ارتفاع تفيف في درجات الحرارة فيما يخص حالة السماء ظهور بعض الصحاب التي تتكثف تدريجيا بعد ظهور بالمناطق الغربية للبلاد كالعادة قبل ما ندعوكم نذكركم بموعيد شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الرابعة وتسعة وخمسين دقيقة غروبه في الساعة السابعة وواحد واربعين دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني لرسل الجوي تروا دوبلو في بوميتيو بونتيين تبع ثورساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع سفار شكرا على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة